فيحنى البشير يركز على مجد المسيح وهذا المجد حل بين الناس أي أن الله ظهر في الجسد وهذا كان جدل المسيح مع اليهود عدة مرات في إنجيل يحنى وعدة مرات حاولوا يتخلصوا من يسوع فالآية سميه هي علامة والعلامة إلها تفسير يعني التركيز مش على المعجزة ولكن على الحدث والجدل والكلام ما بعد المعجزة فمثلا أول آية صنعها يسوع في قان الجليل مكتوب في يحنى 2 آية 11 هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قان الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلميذه فإذا هذه المعجزة كانت آية كانت علامة كانت فعلا ظهر مجد المسيح والنتيجة آمن به تلميذه إذ رأوا هذا المجد الأسنى المجد المقدس من شخص يسوع المسيح نرى آية أخرى في الإصحاح الرابع يسوع يشفي من مسافة بعيدة من أكثر من 35 كم كان موجود في قان الجليل ولكن حدث الشفاء في كفر نحوم فإذا في المعجزة الأولى حول الماء إلى نبيذ فإذا له القوة على الطبيعة على العناصر الطبيعية على الفيزياء له القوة والسلطان على المسافات فروحوا لا تحدوا أي مسافات نجي للإصحاح الخامس منشوف آية أخرى اللي هي آية بيت حزدة بيت النعمة وفي هذه الآية شخص له 38 سنة ويتكلم يقول كلمة لك أقول قم احمل سريرك وامشي فحالا برء الإنسان وحمل سريره ومشى وهذه الآية هذه المعجزة كانت معروفة لليهود كانت معروفة في أورشالين وبعد هذه الآية ابتدأ الجدل أنه المعجزة حدثت يوم السبت المسيح وضح أنه السبت خلق للإنسان مش الإنسان للسبت حكى شيء تاني أنه يسوع هو رب السبت وهذه طبعا كلمة كبيرة دلالة على لهوت المسيح وأنه السبت هو خلق ليوم راحة ليوم عبادة ولكن مش يتحط التفاصيل والتقاليد اللي حطوها اليهود مئات التعليم والقواعد اللي كانت تلزم الناس تحت الزمات كانت تعتبر مثل أحمال مثل أعباء على كاهل الناس والرب يسوع حارب هذا التقليد قال أبطلتم وصايا الله بتقليدكم فالسبت للخير أنه يجوز فعل الخير فكم بالحري أنه شفى في يوم السبت مرة تانية بيتكلم عن المولود أعمى في يحنى تسعة شخص مولود أعمى يعني ولد من بطن أمه أعمى وسأل التلاميذ يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار تفل على الأرض وصنع من التفل طين وطلع عيني المولود الأعمى ورجع فأتى بصير مرة تانية تعرفوا أن اليوم اكتشفوا بركة سلوان وين اختسل هذا الأعمى واكتشفوا المنطقة في جبل سهيون اللي هي مدينة داود واكتشف يعني لا يسعنا الوقت أن نتكلم عن هذه الاكتشافات اللي بتأيد كمان صحة الكتاب المقدس معجزات المسيح كانت علنية كانت واضحة أمام الناس وهي المعجز المولود أعمى برضو جنونهم واحد مولود أعمى شفي طردون المجمع مكتوب فوجده يسوع سأله أتؤمن بابن الله أجاب وقال يا سيد من هو حتى أؤمن به أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو وبعدين ابتدى يتكلم عن العمل روحي والعمل جسدي سمعوه جماعة الفرسيين المتدينين وطبعا سألوه ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع وقال لهم لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية يا على قساوة قلب الإنسان إنه مستعد يضوع الدنيا بسبب يعني الالتزامات الدينية بدل ما نشوف إرادة الله في فعل الخير وشفاء الجسد وخلاص النفس مرة أخرى يسوع دخل مجمع وكان امرأة قد ربطها الشيطان ثمانية عشر سنة ولأنه شفاها في يوم السبت جنة جنون المتدينين فقال أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط يعني احكموا بالعدل يا جماعة وهكذا أحبائي مرة تانية قصة شبيهة يسوع كان في بيت في كفر نحوم وجاءوا أربعة بسبب الإزدحام طلعوا على الصقف وحفروا الصقف ونزلوا المفلوج نزلوا أمام يسوع المسيح قال يسوع المسيح لهذا المفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك اكتدأوا المتدينين يتمتموا من هذا من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده إنه يتكلم بتجديف الرب العارف بكل شيء قال هذه العبارة أيهما أيسر أن يقال لهذا المفلوج أو المريض مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له احمل سريرك وامشي ولكي تعلم أن الابن الإنسان سلطاناً على الأرض لك أقول قم احمل سريرك وامشي فقام هذا المريض يسوع المسيح أحباء ما كانش ملتزم فهو رب الشريعة وهو التزم بالشريعة وهو تمم الشريعة ومش بيكسر وبيفعل الخير لم يقل للمريض بركت بيرحز ده روح اشتغل أنا شفيتك روح اشتغل لا كل اللي قاله احمل سريرك وامشي اللي كان محمول صار بيحمله والهذا القش من القش يعني مش عم بيعمل شغل عم بيطلعه من مكان التعاسي ولكن يا لقساوة قلب الإنسان مستعد يقتل مستعد يعمل ما لا يعمل في دفاعه عن قضية خسراني وعن دين فاشل وعن دين فقط فيه فرائد وشرائع والتزامات بدون الحياة بدون معرفة الرب الحي اشتركوا في القناة